بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع خليك ايجابي والنهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء التاني الجزء الاول احنا كنا اتكلمنا على الجملة الخبرية وازاي كنا بنحولها وده كان خاص بالصف الثاني والثالث الاعدادي معا. النهاردة ان شاء الله يكون الجزء الخاص بالصف الثالث الاعدادي فقط وهو الجملة الامرية. يعني جملة امرية يعني انت بتدي امر الحد. الامر ده بيكون اعمل كزا او ما تعملش كزا. يا اما بتدي فعل امر مباشر انه يعمل الحاجة دي او بتدي فعل امر في صورة نهي عن فعل شيء بتقول له لا تفعل كذا. احنا طبعا هناخد كل الامثلة علشان ما نسيبش حاجة ورانا فاحنا مسلا هندي مثال بس الاول يعني افعله نقول كن هادئا. ده فعل امره انك بتؤمره بحاجة معينة انه يفضل هادي ما يعملش ضوضاء. بس بتدهله بامر مباشر الفعل جيه في المصدر وبعدين حطينا الصفة طب الجملة التانية ناخد طريقة بالنهي بنقول له لا تحدث ضوضاء الفعل في المصدر من في بفعل تاني هو الفعل المساعد وحطينا للن للنهي بفعل افعل اللي هو ولا تفعل اخدنا كده المثالين نبدأ بالمثال الاول من فضلك امسح الصبورة يا كريم. مين اللي قال الجملة دي? قال المعلم. عايز احولها عايز اقول ان المعلم قال لكريم انه يمسح الصبورة. عايز اجيبها كده بصورة تقريرية. كاني بحكي حكاية. طيب هعملها ازاي? مين اللي قال الجملة? يبقى هبدأ بي. اول حاجة بعملها ان انا ببدأ بالفعل. طيب المدرس قال لي مين? المدرس قال لكريم. يبقى هوجه الكلام لكريم. هقول لكريم. هتقول لي ليه? طب هنا مفيش علشان احولها لتولد. هقول لك لا القعدة هنا بتختلف. في الجملة الامرية كل افعال القول هتتحول الى سواء كان في مفعول في الجملة او ما كانش في مفعول. هتقول لي طب انا هخترع مفعول من عندي. يعني هو بيوجه الكلام لحد. والحد ده مش موجود في الجملة. انا هعرفه ازاي? هتعرفه من خلال المعنى وهتشوف دلوقتي ازاي? ازاي انا اتوقع الموجه له الكلام او المخاطب او المفعول. هنا اللي موجه له الكلام كريم وكريم جاي في نص الجملة. جاي في الجملة اللي تقالت اساسا. خلاص يبقى انا كده عرفته. يبقى اللي قال الجملة هو. اخباره كريم. اخباره بايه? نربط بقى بتو. يبقى هنا مش هربط بذات. هربط بايه? بتو. الله هربط بتو. يبقى الفعل هيجي في المصدر. خلاص كده مش هحتاج احول ازمنة. لا تقول لي ماني بسيط يتحول الى ماضي تام ولا مضارع مستمر. يتحول لماضي مستمر ولا الكلام ده خالص. نربط بتو. هتريحنا تماما ان احنا بعدها الفعل في المصدر. يبقى ذاتيتشار تول دي كريم. المدرس اخباره كريم. ان يمسح الصبورة. خلصت الجملة خلصت الجملة. تمام كده الموضوع اسهل بكتير من الجملة الخبرية. طيب هتقول لي بليز راحت فين اقولك بليز مش موجودة. انت بتقول المدرس قال لي كريم يمسح الصبورة. مش هتقوله المدرس قال لي كريم من فضلك يا كريم يمسح الصبورة. لا احنا بنعملها في صورة تقريرية. يعني بوصل الخبر مش لازم هقول الجملة زي ما هي. يبقى خليك فاكر. لو جات بليز في الجملة بنشيلها مش بنكتبها. طيب ده بالنسبة لقصة افعل كذا. الجملة موجهة بامر مباشر. طيب. لو هو هيقول له لا تفعل. هيقول له مثلا. لا تضيع وقتك. قال ذلك مين ابي. اه هنا طبعا مش واضح الكلام تقل مين. طب مش واضح ازاي. اه مفيش مفعول. ما قالش مثلا ابي قال لي. هو بيقول لك لا تضيع وقتك. قال ابي. اه بس يبقى لا انا اتوقع بقى مين المفعول هنا. مين اللي موجه للككلام? انا. انا اللي متوجه للككلام. يبقى انا هتوقع المفعول هيكون مي. ده مبدئيا. طيب هنعمل ايه? هنبدأ بقائل الجملة. من هو قائل الجملة? الفاذر. ماي فاذر. يبقى ماي فاذر. سيد هتتحول الى يبقى ماي فاذر تولد. تولد مين? اخبارني انا. اعمل ايه? قال لا اضيع وقتي. عملت ايه? ربطت بنات تو. قال لا افعل. مش هو قال لي لا تضيع. يبقى قال لا اضيع. يبقى لو جملة مؤمر مباشر هربط بتو. لو جملة ناهية لا تفعل كزا هربط بنوت تو. وبعدين الفعل في المصدر وست. وبعدين هو قال لي لا تضيع وقتك. طب انا لما هجأ اترجم الجملة دي اعملها لغير مباشر. لما احاولها لغير مباشر. هقول اخبارني ابي قال لا اضيع وقتك? ولا قال لا اضيع وقتي? قال لا اضيع وقتي انا. يبقى قلت يبقى انا حولت يور تايم الى ماي تايم. يبقى الجملة هتكون كده. my father told me not to waste my time. ابي اخبارني الا اضيع وقتي. الخطوات بدأنا بفعل الجملة فاضل. حولنا said الى told. حزفنا علامات التنصيص. ربطنا بnot to. حولنا صفة الملكية يور الى my. توقعنا المفعول من المعنى وهو me. طيب هل بتفضل على طول كل جملة? كل جملة كده في اخيرها سيد وستو بتتحول الى told? لأ ساعات told بتتغير. على حسب معنى الجملة وعلى حسب ما هيجي لك في يقول لك استعمل الفعل كزا. يعني مثلا ممكن told دي اغيرها شجعة نصحة امره انفايتد دعا اسكد سأل او طلبه حذره. نقولهم تاني شجعة نصحة امره انفايتد. دعا اسكد سأل او طلبه ورند حذره. ناخد مثال على كل فعل من الافعال دي. هيجي لك كده في الرات يقول لك هو قال كامان هيا لا تستسلم. تخيل انت واحد بيشجعك كده وبيقول لك هيا لا تستسلم انت مثلا بتمارس رياضة معينة كده فبيقول لك ايه تشجع كده وشد حيلك ويلا ها هتكمل كمل للاخر لما اكتعبت. هنحلها ازاي? هنقول هي يبقى سد هنحولها اللي هي حطها لي في وبيقول لي استعملها. هي طب مين? مفيش مفعول يا عم مفهم من معنى الجملة. هو بيقول هيا تشجع لا تستسلم. اكيد بيقول لي انا الكلام ده. يبقى هي انكاريج دي مي. وبعدين هنربط بتو ونشيل علامات التنصيص. تو. هي انكاريج دي مي تو. تو ايه? كام? قلنا كام بنحولها لجو. يبقى هي انكاريج دي مي تو جو اون. and وبعدين نوت ها نحولها الى نوت تو هنربط بانوت تو. give up. يبقى هي انكاريج دي مي تو جو اون. هو شجعني ان استمر. and not to give up. وقال لا استسلم. he encouraged me to go on and not to give up. ده تحويل الجملة. فعل تاني advice. نصحة. you should sleep early. عليك ان تنام مبكرا. عمر said to علي. عمر قال لعلي. وبيقول لك هنا استعمل advice نصحا. عمر advice said علي to sleep early. الفاعل اللي قال الجملة عمر. advice said. مكان said. بعدين نصح مين نصح علي. نربطنا بتو. شيرنا علامات التنصيص. حطينا الفعل في المصدر sleep early. عمر advice said علي to sleep early. بعد كده بيقول لك mother said. الام قالت clean the dishes and disweep the floor. اغسل الاطباق وامسحل الارضية. يا سلام. طبعا منطق ممكن لو سمعت كنت بتسمع الفيديو ده هتقول لك يلا سيب الفيديو وامسحي الارضية ويلا تعال اغسل الاطباق ده انا كنت نسياها. هتقول الله يسمحك يا مستر. mother said. الام قالت clean the dishes. اغسل الاطباق and disweep the floor. واكنسي الارض. وبيقول لك استعمل كلمة ordered. هنقول mother ordered me. هنا توقعنا المفعول. mother امرتني انا. mother ordered me. وهنربط بتو. ونشيل علامات التنصيص. وبعدين نقول to a to clean the dishes and disweep the floor. يبقى الام امرتني ان اخسل الاطباق وان اكنس الارض. mother ordered me to clean the dishes and disweep the floor. الجملة التانية بيقول لي please. come to my birthday party tomorrow. من فضلك تعالي الى حفلة عيد ميلادي غدا. منا said to عائشة. منا قالت لعائشة. واضح ان ده دعوة فعشان كده بيقول لك استعمل لي invited. انا لما اجيب لي فعل invited هربط بفعل invited. وعلى حسب المعنى هكمل باقي الجملة. يعني ايه الكلام ده? نشوف الاول مين ايه قال لك الجملة دي? منا. طيب منا دعت مين? منا دعت عائشة. يبقى انا هشيل وحط invited. يبقى منا invited عائشة. منا invited عائشة. دعت عائشة الى ايه? الى? ها? هقول حفلة عيد ميلادي? ولا حفلة عيد ميلادها هي? اه. to her birthday party. يبقى منا invited عائشة to her birthday party. منا دعت عائشة الى حفلة عيد ميلادها. كده احنا ربطنا الجملة بانفايتد. امثلة للتطبيق على كل فعل بيقول لك الجملة اللي جاية father said come here please. خلي بالك من الجملة دي بقى لذيذة جدا. الفاذر بينده على ابنه بيقول له come here please. تعالى هنا من فضلك. خلي بالك. هنا بيقول لي اسكد. يعني طلبة. يعني هنقول ان الاب طلب من ابنه انه يروح هناك. خلي بالك الاب اللي طلب. الاب واقف هنا. والولد واقف هنا. بالنسبة للاب لما يقول لابنه تعالى هنا يبقى تعالى هنا ناحية الاب. طب بالنسبة للابن لما يكون رايح الى الوالد معناها انه هيذهب الى الوالد يعني هيعمل جو. الاب يقول له يبقى الولد هيعمل جو. يذهب. يذهب الى الوالد. طيب بالنسبة للأب كلمة here معناها هنا عنده هو. طب هل هنا عند الوالد تساوي هنا عند الابن? لا. هنا عند الوالد. الوالد اهو كأنه واقف بعيد. يبقى بالنسبة له there. بالنسبة للولد ده there. هيروح هناك. يبقى الولد لما هيجي يقول الجملة دي لنا. هيقول father ask me. الاب بطلب مني to go and azhab there الى هناك. يعني تخيل هي كده مثلا لو انت مسك التلفون ورن عليك الاب. بيقول لك تعال هنا. وانت هتقول لي صاحبك ايه? هتقول بابا. بيقول لي ان انا اروح هناك. اروح مش هاجي. هو يقول تعالى. لكن انت تقول انا رايح. هذهب. عشان كده حولت كم? لجو. يبقى احنا مش بنحول وخلاص تقعد تحفز كده قاعد. كم تحول الى جو? here تحول الى there. لأ افهم المعنى. هتلاقى نفسك بتحل من غير اي صعوبة. father asked me to go there. الاب سألني او طلب مني ان اذهب الى هناك. حولت كم الى go حولت here الى there وطبعا بنشيل please من الجملة. الجملة التانية don't stay up late at night لا تصهر متأخرا بالليل. مين اللي قال الجملة دي? my teacher said. قالها مين قالها المدرس. ويقول لك استعمل حذرة. يبقى نقول المدرس حذرني من الصهر متأخرا ليلا. my teacher قال الجملة هو. قال الجملة ده مين? teacher يبقى my teacher. هنشيل said ونحط warned. يبقى my teacher warned. حذر مين? لكن حذرني انا. مش my teacher لقى الجملة. يبقى my teacher warned me. don't stay. يبقى هنربط بnot to. my teacher warned me not to stay up late at night. وكده حولنا الجملة باستعمال warned. ممكن نجي لك السؤال على هيئة rewrite. وممكن نجي لك choose اختار الكلمة الصحيحة. وانت عرفت القواعد هتعرف ان شاء الله تحل دي ودي. واتمنى يكون عجبك الفيديو وما تنساش اي فيديو عايز تدور عليه على اليوتيوب اكتب جنب اللي انت عايزه وخليك ايجابي عشان يظهر لك الفيديو بتاعنا فقط لا غير. واتمنى انك تشارك الفيديو مع زمايلك علشان تدعمنا وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد لو انت مش عايز تتعب نفسك وتدور علينا هيجي لك الفيديو في الاشعارات عندك. قابلك الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مستر ياسر وقناة خليك ايجابي لتعليم اللغة الانجليزية. اشتركوا في القناة